المملكة العربية السعودية يضاف للنجاحات السعودية السابقة في تنظيم موسم الحج جهزية عالية وتطور مستمر في تقديم الخدمات لقاصدية المدينة المقدسة وقد شهد موسم حج هذا العام تطورا ملحوظا على صعيد التحول الرقمي في تقديم الخدمات ولضمان الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والاتصال الدائم بالشبكة للوصول للمنصات والتطبيقات المخصصة لمناسك الحج فقد خصصت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من 11 ألف نقطة وصول بتقنية الواي فاي في مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى صعيد عرفات ركن الحج الأعظم أطلقت إدارة البنية الرقمية في رئاسة شؤون الحرمين مبادرة ترجمة خطبة الوقوف بعرفة إلى 14 لغة مختلفة تم رفعها على الانترنت للحجاج بشكل خاص وللمسلمين حول العالم بشكل عام ويعد التنقل بين المشاعر من بين أهم الأمور التي تحرص الجهات المعنية على تطويرها وتوظيف التكنولوجيا فيها فقدمت الهيئة العامة للنقل الاسكوتر الكهربائي لتقليص مدة التنقل خلال نفرة الحجاج من مشعر عرفات إلى مزدلفة وخلال أداء مناسكهم يحرص الحجاج باستمرار على تناول ماء زمزم ولهذا السبب تم إطلاق لأول مرة جهاز الخدمة الذاتية الذكي ليمكن ضيوف الرحمن من الحصول على عبوات زمزم مجانا من خلال بطاقة الحج الذكية عبر باركود مخصص هذه الخدمات تؤكد المضي قدما بالرؤية السعودية في مجال التحاول الرقمي والذي سبق وعلنت عنه في أكثر من مناسبة بهدف خلق حلول تقنية إبداعية لتعزيز جودة الخدمات وإثراء تجربة ضيوف الرحمن وتحفيز البنية التحتية الرقمية لقطاع الحج والعمرة